المتالي الزوج اللي من النوع ده بيبقى مريح جدا مريح ومطرق ولا انت بتتدايق ان هو ما بيستطعمش مثلا لازم الاكل بقى مظبوط ايه ولازم الدخان تبقى طالعة من الاكل كده سخن جامد لا هو طبعا بيبقى عايز الاكل متزبط قوي وهو دايما عشان انا دايما بقول العين بتاكل قبل المعدة فانا باهتم قوي ان شكل الطبق يبقى حلو كده يعني فهو اول حاجة بيقولي 5 ستار انا حاسس ان انا قاعد في قوتين 5 ستار هي بتعمل فعل اما تعمل مثلا طبق سيرفيز كده يترسلك بالفعل والله كأنك قاعدة في قوتين 5 ستار زي بتقدم معرفش بيحطه ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش حاجات ايه اه باهتم انا شوية بالحاجات طبق شكله تحفة بتتنزل لها لحد فين؟ ايه لحد اللي انت تقف عنده في التنازل؟ بالنسبة لسحر بالنسبة لسحر هي سحر يعني عندها يعني موضوعية الى حد كبير الى حد كبير يعني طلباتها فيها موضوعية الى حد مقبولة حينا بتطلب حاجات اوفر شوية او لا طب بس على مهلك واحدة واحدة كريمة بوكافياردة اه لا لا بس لطب احنا مش عارف ايه وانحنا هنقش لامتا ونا اوكاي بس لازم برضو الدنيا تترتب يبقى يعني قرش للنهاردة وقرش البكرة محطش عارف الدنيا فيها ايه يعني النهاردة احنا موجودين عشاش وابنشتا بكرة يعالم اه فلازم يبقى فيها قرش الى النهاردة وقرش البكرة حلوة قوي ده قرش النهاردة وقرش البكرة لاازم يا مدام نجوة لا لا انا ما عنديش بكرة هي ما عنديش بكرة ancora يعني انا دايما بقول يعني ما اقعدش حاملين هام بكرة ممكن ييجي بكرة واحنا مش فيه فبقول له احنا نبسط يعني خلينا نبسط وصيب بكرة لصاحب بكرة ما عنديش انا هي بقى ليه عشان هي ما عنديش مسؤولية البيت لكن الراجل عادة بيبقوا عنده مسؤولية البيئة اه متيعرفش هي الميزانية تبقى قد ايه هي عارفة كل حاجة بس الفكرة في انه هي ما عندهش المسؤولية الحقيقية للصرف انا ببقى عارف اكتر ما بتشتغلش هي ساحر بترفض بقى يا رفضت حاجات كتير حقيقا رفضت حاجات كتير الله ايه احسن الشعب بقى اللي هو الاولاد الولاد بقى ايه طلباتهم ايه وايه موقعهم في الحكومة بيشتغلوا ايه شعب بس ولا هما وغدين وزارة الشباب هما النهلة ومحمد وفريدة التلاتة خرجين على مستوى طيب الحمد لله لان دائما احنا عشنا حياتنا يقولك لما تحب تستثمر استثمر في تعليم ولادك طبعا فالتلاتة الحمد لله متعلمين كواس اوي 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 والتلاتة قريدي بيشتغلوا والتلاتة عندهم مرتب لكن التلاتة مؤكد لازم ياخدوا مسروف ده وضع طبيعي جدا يعني شو يفضل الاحساس بالأب موجود يعني حتى لو بياخد ايه لازم ياخد مسروفه من الأب انت عارف ان في ناس كتيرة جدا تيجي عندنا عند المجتمع المصري او العربي يقولك ازاي يبقى الابن كبير وقاعد في البيت وممكن يكون بيشتغل وبياخد مسروفه من أبو لازم ده احساس جميل احساس حلوة قوي قوي ان مادة الايد دي ان البابا بيديني حاجة حتى لو كانت عشرة جنيه في الشهر نروح بقى لجانب الآخر نحن نسود ولا نحكم يعني نحن نظام وفقا لبريطانيا هناك مالكة إليزابيس نحن نسود ولا نحكم بمعنى انه لا تملكي أي قرار على الإطلاق يعني هم أصحاب القرار في كل شيء مدام اتربوا صح ومدام اتعلموا صح وده الاستثمار الحقيقي صحيح خلاص يعني مثلا تيجي نهلة خارجة مثلا مع صحابها ومش عارف ايه بتاع تتأخر شوي اعمل انا موضوع ومقاعد مثلا في المطبخ مستنيه عشان لما تخش يتعدي علي يعني يعني نهلة ما ينفعش حبيبتي التأخير لازم بدري شوي عن كده احنا الدنيا شطى عشرة بالكتير كواس خميس اللي بعده يحصل تأخير مش عايز احرج نفسي او مطالع نايم مثلا بدري شوي ما تقعدش في المطبخ بقى لكن في النهاية الحقيقة هم جمال جدا وعندهم يعني قعدتهم ترد الروح ربنا خليهم هم التلاتة الحقيقة ما شاء الله وجمال في حواراتهم وافكارهم راقية جدا وانا لما حب استفيد بفكر اسأل نهلة واسأل فريدة واسأل محمد يدوكي فكر اعلى بكتير لان هم دول الجيل اللي هو طالع بقى ومعدي يعني يدوكي فكر اعلى من فكرك بكتير ويدوكي بعد ربما ما يكونش موجود عندك خالص طبعا ما هو انت ما تاخد من الجيل الجديد حاجة كويسة لازم يكون اساسا هو متأسس لازم وانحنا دايما نقولك ايه بنأسس التأسيس في الاكل لا يقولك ده متأسس أسسه ده كان مش عارف ايه وكان ايه لا ازاي تأسسه اخلاقيا بالزبط بتعلمه الاصول فتقدر ان انت لما يكبر تقدر تاخد منه رأي صحيح إنما دلوقتي ممكن نلاقي مثلا شباب مش متأسس وده غصب عنه ايه فدي لك رأي او دي لك تعبير مش مش محترم صحيح فتنفر منه لا لا ويبقى هو بره المنظومة صحيح الجميلة شكرا لك